التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أريد أن نعرف إيه هو دوره الهدف من إنشاؤه أو من توحيد هذه الرؤى بنتكلم زي ما قلنا 24 جمعية و30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي الهدف من وجودكو إيه والدور اللي أنتو بتعمله على الأرض طبعا في البداية أنا عايزة أشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخصيصه عام 22 للمجتمع المدني بعض فترة كبيرة جدا من التهميش وبعد فترة من تصوير الصورة الضبابية للمجتمع المدني فكون إن السيد الرئيس يحتوينا ويعمل عامل المجتمع المدني فطبعا كل الشكر والتقدير لمعليه إنه ما بقاش في عصر السيد الرئيس في أي فئات مهمشة وخصوصا المجتمع المدني إن الدولة المصرية تدرق قيمة المجتمع المدني والدور المهم جدا اللي بيقوم فيه التنمية وإن هو القطار الثالث أو العجلة الثالثة في التنمية المجتمع المدني فطبعا كل الشكر والتقدير لمعليه التحالف يعني هو التحالف يعني ترابط يعني إيد واحدة يعني كلنا في المجتمع المدني عندنا رؤية واحدة عندنا هدف واحد وهو رفع العوز على المواطن المصري البسيط يمكن في التحالف دي كانت فكرة المجتمع المدني كان كلنا بنحلم أنه يبقى فيه أمبريلة تجمعنا كلنا أنه نشتغل بشكل تاكمولي وليش بشكل تنفسي أنه كلنا يكون عندنا استراتيجية الدولة منتبهة ليها وشايفانا وشايفة شغلنا وشايفة قد إيه إحنا بنتعب في المجتمع المدني وقد إيه إحنا لدينا دور مهم جدا فكل أن يبقى فيه تحالف ويبقى فيه غرفة بتجمع مجموعة من الكبريات الجماعيات الأهلية كلنا بنتبادل الرؤية وبنتبادل الفكر وبنحط خطة علشان نرفع العوز عن المواطن المصري أعتقد أن دي خطوة كبيرة جدا ومهمة جدا وعزيزة جدا وكلنا بندين بالشكر للسيد الرئيس على احتضانه للفكرة واحتضانه للمجتمع المدني في عام 2022 المجتمع المدني ويمكن يا سوزة بسهنة كمان مسألة دلوقتي الأزمات الاقتصادية الموجودة عالميا وبالطبع مصر بتتأثر بيها بيخلينا محتاجين أكتر لنوع من أنواع التضافر والتنصيق للجهود ما بين مؤسسات المجتمع المدني وما بين مؤسسات حياة كريمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية ويمكن مسألة أن البيانات بقيت متوفرة بقيتنا عندنا قاعدة بيانات موجودة بالأسر الأولى بالرعاية بتسهل علينا الوصول للناس دي حقيقة يمكن عايزة أقول لحضرتك طول عمر المجتمع المدني بيشتغل وطول عمر ليه إسهامات وإنجازات كبيرة جدا ولكن كان بينقصنا العمل في جزيرة واحدة كلنا كنا بنشتغل ولكن في جزر منعزلة أعتقد التحالف قدر يدي مثال للتكاملية إن احنا كلنا بنشتغل في جزيرة واحدة كلنا بقى عندنا أكبر قاعدة بيانات لمستحق الدخل علشان خاطر توحد الجهود فكري كمان عدالة التوزيع عدالة التوزيع إن أغلب مؤسسات المخدمة المدني كانت دايما بتترجط مثلا الصعيد بأتباره يعني إحدى المحافظات الأكثر والأولى به الرعاية وكانت بتهمش باقي المناطق وده حقيقة وده كان بيوصلك في الآخر إنك ممكن الخدمة توصل بشكل متكرر لبعض الأشخاص وفيه ناس تاني الخدمة ما بتوصل لهمش خالص وفيه كمان الناس بتاخد خدمة هي مش محتاجها يعني مثلا محتاجة حاجة غيرها محتاجة حاجة غيرها يعني ممكن تكون محتاجة رعاية طبية ممكن أنت بتكوني فيه أسرة بتقدمي لها سي مثلا مساعدة مالية ولو تكون مثلا ألف جنيه في الشهر الألف جنيه دي لما جينا بعد كده نعمل دراسة وبحث لإينا الألف جنيه بتطلع منهم مثلا الدواء بمثلا ب600-500 جنيه فأنا لو في الأولى أنا عارف دعم صحي أنا ممكن أديك الألف لنيه برضو أديك رعاية صحية فأعتقد التحالف الوطن العمل الأهلي والتنموي قدر يحد من عشوائية التوزيع والعدالة في التوزيع بقى عندنا أكبر قاعدة بيانات موجودة لمستحق الدخل قمنا بدور مهم جدا جدا يمكن في رمضان والعوز اللي كان العالم كله بيعاني منه والترابات الاقتصادية والسياسية اللي أثرت على المواطن المصر البسيط بقى في حالة تخوف أن الناس بتعاني من العوز فكون أن الشغل المنظم المتحالي على المواطن العادية تأثر يبقى إحنا بنتكلم على تأثر كبير جدا بالنسبة للأسر اللي هم أصلا أولى برعاية طبعا يعني وكمان أنا عايزة يعني أدين بالشكر لمؤسسة حياة كريمة المبادرة الأهم في تاريخ مصر الحديثة أن أنت فعلا عملت شغل كبير جدا جدا واحتوت كمان التحالف بشكل كبير أوي عملت أكبر قاعدة بيانات طبعا بالتعاون مع كبريات الجماعيات اللي موجودة في التحالف أن يبقى عندك خريطة العوز فعلا والفقر في مصر وإيه مين الأسر الأكثر احتياجا يبقى عندك قاعدة بيانات 59 مليون مواطن يعني المبادرة بتستهدف 59 مليون مواطن أعتقد ما فيش مؤسسة ولا جماعية التاريخ هيكتب على مؤسسة حياة كريمة والمبادرة حياة كريمة لأنها متهيألة أنها من أهم المبادرات في العصر الحديث أن أنت تعمل حياة كريمة لأشخاص معضومة الدخل معضومة الخدمة يمكن إحنا بنحظى برؤية السيد الرئيس عدفتاح السيسي أنه فعلا حقيقي دايما بقولها والله أنه ما بقاش فيه فئات مهمشة يعني هو بيهتم بكل الفئات اللي ما كانتش موجودة أساسا على خريطة الدولة سواء الأشخاص والإحتياجات الخاصة أو سواء المرأة سواء الشباب سواء كمان المجتمع المدني لا ده إحنا مصر بتتغير وإحنا كمان المفروض نتغير معها أنه يشتغل على جودة المواطن حتى في مصطلحاته لما يقولك حياة كريمة يعني تكافل وكرامة في كل مصطلحات السيد الرئيس وده بيدينا رسالة مهمة جدا بيحافظ على أدمية المواطن المصري وعلى قرامته جودة الحياة المقدمة جودة الحياة وكمان بنتدي الخدمة مش باستقلال للمواطن لا بيديكو كأنك ده حق للدولة المصرية عليك إنه هو تكفلك وترعاك وهي فعلا حق للناس دي لأنه كمان في منهم كتير تحرم من التنمية دي بنسبة كبيرة على مدار سنين فاتت وتم تهمشهم للأسف الشديد ما كانوش على خريطة يعني طبعا يعني كل فترة في عمر الوطن ليها ما ليها وعليها ما عليها بس فيه ناس كانت فعلا مش على خريطة الدولة النية أساسا تهتمي بها فكون إن السيد الرئيس يعمل حياة كريمة ويعمل هو بيغير وقع يعني هو بيشيل وقع وبيغير وقع إحنا محظوين هو هدية الفتاح عبد الفتاح والله هو مش بجد مش كلام بس دي حقيقة يعني إحنا بنعيس أزهى عصور الديمقراطية والقرامة الإنسانية والتكافل الحقيقي للمواطن المصري